طيب بنبدأ على طول يا دانا بالسؤال التفاعلي سواء بنكون في الشارع أو حتى على السوشيال ميديا وصفحتنا وخصوصنا الفيسبوك بنسأل النهاردة عن الحكم والمقولات نحن عارفين إن في حياتنا في كل العالم بيبقى في مجموعة من الحكم والمقولات الناس بتآمن بيها وبيحاولوا يطبقوها في حياتهم وكتير كمان بيكونوا مقتنعين بالمعنى الخاص بيها والأصل من الحكمة إيه أو إنه هو عايز يوصل إيه وبتتحول كمان لدستور لدرجة إنه هو حد بيبقى ماشي يعني بيكون بقى خلاص هي دي طريقة تعامله وتصرفاته اليومية وأفعاله بتنطبق على هذه المقولة وكل شخص ممكن بيختلف طبعا على الشخص التاني سواء بحكمة بيبقى أشايف الحكمة دي بقى في حد تاني بيقى أشايفها بشكل مختلف وهكذا فكل واحد بيبقى عنده حكمة بيتعايش معاها ومؤمن بيها بشكل كبير وبيطبقها في حياته بالنسبة لك يا دانا إيه هي الحكمة اللي إنتي ماشي بيه رازم نسألك على طول بس والله هو يعني لسه كنا بنتكلم أنا وإنت إنه في حكم مصرية كتير قوي بيتطورتها الأجيال لأنه طراتنا الشعبي زي ما اتكلمنا وقلنا مليان بالحكم والأقاويل اللذيذة جدا بس لو هتسألني أنا أكتر حكمة بقوم بيها اسعى يا عبد وانا سعى معاك البقين يعني هم إيه أقل شوية أقل شوية أقل شوية الأردف عنهم وغزيل مثلا أقديم دي أنا عايزة أقول إن دي حاجة من الموروسات الشعبية اللي فعلا يعني في حاجات منها الناس بتقعد تضحك وتتورسها وهي حقيقية حقيقية وبيكون ليها قصة على فكرة لو دورنا على كل قصة إن كانت مضحكة إن كانت حقيقية بيكون وراها الحكمة دي اتقالت في أنهي موقف يعني زي حكم أرقوش سمعت عنها طبعا الملوخية بيها قصة كل دي بيبقى لها قصص وزي ما بيقولك بيبقى قصص من التراث زي ما أنت قلتي وبيكون لها أهداف معينة ممكن إحنا بنبدأ مع المر الأصور بتتغير ويبقى الناس بتاخدها بدحك لكن في نفس الوقت هي بيكون وراها قصص معينة أنا عايز أقولك أنا يعني في حكمة يعني بقولها في بداية كاسمي يعني هي أنا قريتها قبل كده فخلاص بقيت موجودة في حياتي اسمها السعيد رضا مع محمود السعيد أنا بحبش نفسي يا جماعة خالص بحبش أتكلم عن نفسي السعيد من التعظى بغيري فضع نفسك دائما مكان الآخرين أنا ده بمبدأ معايش به في حياتي إنه دايما لازم أبص لحد تاني يعني هو الحكمة بتقول إن الواحد هيسعد لو دايما باصل فرق هو لا الأول تتطعز بغيرك إنك يعني تشوف إن ده هيحصل لك بعد كده يعني حط نفسك دايما مكان اللي قدامك مثلا ما نصدمش حد عشان في يوم من الأيام ما يجيش حد يصدمك شوف ده فلان مثلا ظلم وفترة واه 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 فما تعملش ده في يوم من الأيام فبنتطعز من غيرنا إنه بيعمل إيه فعشان ما مجيش أنا يحصل لي ده في يوم من الأيام فأنا ماشي بمبدأ وعلى فكرة مبدأ ده كمان أنا يعني عدت أقرأ وراء الموضوع نفسيا ليه علاقة بإنك ممكن تتقبلي حاجة من ده أنا شايفها كنت شايفها غلط لكن لما حطيت نفسي مكانها لأ أنا عندي المبرر فعلا ما فكرش من وجهة نظري أنا بس فدي حاجة من الحكم اللي أنا يعني عارفة اللي هو بعيش بيها ومآمن بيها ومبدأ ودستور زي ما احنا قلنا في المقدمة يعني وفيه طبعا حاجات كتيرة أنا عايز أقول لا تؤجل عمل يوم للغد حاجات طبعا من اللي احنا بنكتبها في مواضيع التعبير من زمان لازم الواحد فعلا بتلاقي لو انت خلصت اللي عليك النهاردة من الناس بتمكن الموضوع ده يا محمود برضو في مسر شعبي أو حكمة شعبية بتقول حبيبك يبلع لك الزلط وعضوك يتمنى لك الغلط يعني تقريبا أو نفس الشبه أنه لو فعلا حد بيحبك ويعني بيتقبلك وبيحترم قراءك فعلا هيبلع لك أي حاجة وهيشوف عيوبك حتى مميزات عكس ده لو حد مثلا مش بيحبك مفيش بينك مواد مفيش بينك تفاهم مهما هتعمل هيشوف أن انت ده شيء غلط وهينتقدك في كل أفعالك فأنا أعتقد دي تقريبا نفس اللي انت بتقوله ونسبة السعيد برضو في مسر شعبي وحكمة شعبية بتقول ايه منجور السعيد يسعب آآ لأ لأ ديه آآ منجور الحداد ينكوي بنا آآ لأ وبعدين عايزة أقولك يعني فيه كمان في الكورة بقى يعني كان فيه حاجة امشة عايزة أدخل في الكورة بس طبعا كلمة السعيد تتحطت في حاجات كتير يعني بس منجور السعيد يسعب دي أنا عارف وداري على شمايتك كتئيد آآ داري على شمايتك كتئيد دي أنا بعملش بيها بس هي بجد فعلا حقيقيا بصي هو داري على شمايتك كتئيد هي بالمقولة الشعبية آآ لكن عايزة أقولك إنه فيه بعض الناس بتكتب إنه هو أو يعني الحكمة بيبقى فيه تعرفها على فكرة بالأحكام كمان اللي هي الكوتس الأجنبية فيه إن انت يعني أنا بقولي ترجمتها على طول آآ بتطبقها في حياتك كتير والله أنا ما كنتش بطبقها بس بأمانة يعني آآ ممكن دلوقتي آآ أصوها الصح إن أنا يعني برضو حرفة أصو الواحد عمالي يفتكر فيه حاجات مرتبطة ببعضها اللي بيقول ما بيعملش واللي بيعمل ما بيقولش ده حقيقا يعني برضو دي مهي دي مرتبطة ففعلا أنا ما أقولش حاجة إلا لما أتعملها لكن أعود بقى نطلع بقى أقول لده أنا ده أنا لما مشيت وعملت وروحت أو أنا رايح أعمل كذا 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 إن أنت تقاطع في شيء معين تتكلم عنه على طول باستمرار وهو لسه ما تحققش أنا فعلا بعتقد أن هي دي حاجة ممكن تعطر حدوثها يعني الشيء ده أو الحاجة اللي احنا مستنينها لكن الفعلا لو قعدنا نداري ونكتم شوية يعني مش عايزة أقول نتخابس بس نحاول نحن نداري على قد ما نقدر يعني جزئي مش عايزة تقولي لا ما تقوليش نتخابس لا اللي هو مثلا حد يسألك على حاجة تحاول على قد ما تقدر أن أنت اتداري لحد ما الشيء ده يحصل فعلا ده بيساعد حد كبير لا أصلي فيه طريقة مش لازم أن أرد بطريقة مباشرة أن أنا زي ما بتقولي يعني مصطلحة تخابس يعني ممكن حد يقولي هو أنت بتعمل كذا أقوله بقى دعيه يعني أنا بقول مش عايزين أننا نعمل كده بس نحاول نداري حتى لو بشيك أو بطريقة أيما أنا بقول الطريقة الشيك أو الطريقة الممكن تبقى لطيفة يعني ادعيلي أنا فعلا بحاول أنا داخل على حاجة مهرمة يعني ده دايما بيكون من الحاجات وبعيدا عن ده يعني احنا مهما قلنا في حاجات كتيرة جدا جدا الوقت كالسيف اللي لم تقطع وقطع حاجات كتيرة لها علاقة سواء المقولات والحكم القديمة أو الجديدة أنا شايف أن ده بيبقى هي بيقوله دايما اللي بينفذ حاجة أو بيطبق حاجة ما بيتعلمش منها لما يطبقها يعني دايما يقولك أنت هتتعلم من أخطائك ده يعتبر حكمة من الحكم أن الواحد هيتعلم من أخطائه ليه لأنه لازم تجرب الحاجة عدم مواقف معينة فاستفاد من المواقف ده اتعلم منه هي ده أصلا أصل الحكم والمقولات إن هي مجموعة من الناس وفي حاجات بقى الجميلة جدا الأحكام والحكم والمقولات لو حبيبك عسله كتير برضو ما تلحسوش كله يعني لو اتحد كويس قوي معيك طيب معيك ما تتماديش في ده يعني متفهمش أن طيبته دي شيء غلط بالعكس أنت حاول كل ما هو يكون طيب أن أنت تفهم ده وتفهم القصده بطريقة صحفة أن أنت تطبقها بعد كده أن أنت ما تستغلش الطريبة زي ما بيقوله وفي بقى حاجات اللي هي بقى باللغة العربية اللي هو رجع بخفي حنين لا دي أمار أسمعها بجد؟ لا ده معروفة جدا رجع بخفي حنين ده يعني كانت قصة بتقول أن فيه واحد اسمه حنين كان عنده قصة طويلة بس هو يعني فيما معناها هختصرها يعني أنه فيه حد كان رايح يعمل تجارة معينة وكده والمهم وقع الخف أو الشبشب بتاعه فالتجارة كلها هخسرها وما رجعش إلا بخفي حنين دي ليها علاقة باللي بيدخل حاجة ولقدر الله بيخسر فبيقولك رجع بخفي حنين يعني اللي هو رجع إيد قدام وإيد وراء بصي مربوطة برضو ببعض الأحكام الجديدة فيعني أقصد إحنا عموماً الأحكام أو الحكم والمقولات هنفضل لو إحنا قرينا كل حكمة والهدف منها والقصة منها هنتعلم حاجات كتيرة ونتعلم كمان من بعض وزي ما قلنا يعني أجيال بتورث أجيال هذه الحكم وهذه الأقويل ترجمة نانسي قنقر